التكنولوجيا أثرت على كل حاجة في حياتنا تطورها أو وتيرة تطور التكنولوجيا بشكل سريع جداً هذه الوتيرة السريعة والمتسارعة طول الوقت بيخلي حتى مجتمعات ريادة الأعمال وإدارة الأعمال كمان وليها علاقة كبيرة جداً بهذا التطور أو بتأثر فيها بدرجة كبيرة جداً هذا التطور لدرجة أنه تقريباً مش هللاقي أنه في أي شركة نشئة اللي هي متعرف بالستارتابس في أي قطاع كان تطوير أو ابتكار أو غيره إلا وبيعتمد بشكل كبير جداً ما كانش بيعتمد كلياً على التكنولوجيا المعلومات والاتصالات إيه علاقة تطور التكنولوجيا بإدارة الأعمال وإلى أي مدى الاتنين مرتبطين ببعض ده حيكون حدثنا دلوقتي عبر زوم مع الدكتور نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا دكتور صباح الخير صباح الخير يا فندم صباح الخير يا منت أهلا من صاحب وحضرتك التكنولوجيا متطورة بشكل كبير جداً وإن كانت علوم إدارة الأعمال في العالم ورثناها من عشرات ربما مئات السنوات من عمالقة وعلماء كتبوا في فنون إدارة الأعمال ولكن إنه أسس هذه الإدارة ما زال موجود حتى الآن كيف اندمجت التكنولوجيا الحديثة والمتسارعة مع مبادئ إدارة الأعمال اللي هي موجودة منذ عشرات السنوات؟ حقيقة خليني أشكر حضرتك على المقدمة أو التقديم اللي أنت حضرتك ذكرتي هو دور التكنولوجيا النهاردة في مناخ أداء الأعمال سواء إن كنا نتكلم على إدارة الأعمال أو فكرة ريادة الأعمال والشركات النشأة ومدى دخول التكنولوجيا النهاردة في صميم أعمالها وصميم شغلها زمان كنا بنبص على التكنولوجيا النهاردة أن هي أدوات مساعدة يعني بستخدم كمبيوتر بستخدم مساحات ضوئية سكانرز أو بستخدم طابعات أو كده علشان أطور من أداء الأعمال بتاعتي كانت كلها أعمال نمطية رقمية أو ورقية أو يدوية النهاردة بقى التحول كل ده ويمكن إحنا شاهدنا طفرة في أداء الأعمال من خلال مثلا جائحة كورونا اللي كان من سنتين فاتت وكل الأنشطة اختلفت دلوقتي وبقت مدمجة بشكل جدير جدا في استخدام الوسائل التكنولوجيا المختلفة مش بس كده إنه هو أنا باستخدم بعظم استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والأدوات التكنولوجيا زي ما إحنا طالعين دلوقتي إنما بقى كمان أسلوب أداء العمل مختلف تفاصيل أداء العمل بقت بشكل مختلف بقينا النهاردة بنفكر بأسلوب رقمي وده جزء مهم جدا النهاردة يمكن لو بنتكلم على فكرة إدارة الأعمال إحنا بنتكلم على أشقين بنتكلم على صاحب العمل وبنتكلم على العاملين وبنتكلم كمان على المستفيدين من هذه الأعمال النهاردة بقت هذه المنظومة مجتمعة النهاردة باستخدام أدوات التكنولوجيا المعلومات بقت بتفكر بشكل مختلف بتؤدي الأعمال بشكل مختلف كل ده سببه أو يؤدي إلى إيه بقى أهم حاجة سهولة أداء الأعمال الاهتمام بالمستفيد في المقام الأول لأنه دلوقتي بنتكلم على السرعة بنتكلم على الضقة بنتكلم على التتابع في أداء الأعمال بشكل مختلف وبشكل وطيرة سريعة مش بس كده إن أنا بحصل على ختمة إنما كمان الوسائل المختلفة والوصول إلى جميع المستفيدين وده جزء مهم جدا الحديث عن المستفيدين يا دكتور في منتهى الأهمية وده خلينا أطرح سؤال على حضرتك هل في سياق تطور التكنولوجيا وتأثيرها على إدارة الأعمال أنا هنا بركز أكتر على البيتو بي البيزنس تو بيزنس خلال هذه المنظومة ولا بيتو سي البيزنس تو كاستمر أنا بركز على علاقة الأعمال ببعض ولا علاقة العمل بالعميل حقيقة الاتنين يعني زي ما حركت ذكرت كده يعني علماء الإدارة علم الإدارة يمكن واحد منهم اسمه بيتر دراكر فهو سبب الرئيس أن أنا بفتح أي عمل أو أي شركة أن أنا عندي عملاء فبالتالي النهاردة منكلم على الشمول الرقمي فشمول الرقمي بيشمل سواء كنا زي ما حركت ذكرت كده قلتي بي تو بي يعني شركة مع شركة أخرى وده موجود من زمان جدا النهاردة أو بيزنس تو كاستمر الشركات بتقدم ليه الأفراد والمستفيدين بشكل عام فهي حقيقة الشمول الرقمي بيشمل كل هذه الفئات المختلفة وكمان مش بس كده الفئات الأكثر احتياجا بغض النظر على إمكانياتها الاقتصادية وده جزء مهم جدا برضو بتتيحوا استخدام الأدوات التكنولوجية النهاردة والشمول الرقمي بشكل كبير يعني النهاردة عشان هنقول لو أنا هستخدم التكنولوجيا ووسائل الربط بالإنترنت وغيرها هل معنى كده اللي ما عندوش هذه الممكنات أو التليفون الزكي أو كده هل هيطلع بره هذه المنظومة الإجابة لا وبالتالي طريقة أداء الأعمال مختلفة وبالتالي القدرات والمهارات اللي موجودة عند الأفراد كمان هتختلف سواء نكون نتكلم على العاملين في هذه الشركات أو طريقة التفكير أو بنسميها البزنس موضل أو نموذج عمل الشركة أو نموذج عمل الخدمات اللي بتؤدى من طريق الشركة هتبقى مختلفة وبالتالي النهاردة نحن زي ما بيقول كده No one to be left behind يعني مش هنخلي فيه أي حد عنده أي عائق أنه هو يستخدم هذه الحصول على الخدمات باستخدام التكنولوجيا باستخدام التكنولوجيا في نطاق استخدام التكنولوجيا لإدارة الأعمال يا دكتور كنت لسه قريب قوي بتفرج على فيديو لآلون ماسك مؤسس تاسلا طبعا الملياردير العالمي وكان بيكلم أنه هو بيقول في الفيديو هو العلماء والمتخصصين هو بيقول كده أن العلماء والمتخصصين شايفين أن احنا قدامنا عشرين سنة أو تلاتين سنة عشان تبدأ تبقى التكنولوجيا في حياتنا العملية بشكل أو حياتنا الشخصية بشكل مية في المية الروبوت بقى والحاجات دي كلها لكن أنا كآلون ماسك بقول إحنا 2025 حيبقى أي رواد أعمال وأي ناس بتفكر في بيزنس وفي عمل حيبقى تركيزهم الأكبر قد إيه أعتمد على التكنولوجيا أكتر من العامل البشري نفسه 2025 ده يعني كمان سنتين تلاتة حتى الفيديو ده أثار القلق في العالم كله والناس كلها قالت لك قالوا المسك مش هيقول حاجة غيره وهو متأكد منها قد إيه ممكن نبقى نعمل توازن ما بين حبنا للتكنولوجيا والتطور وما بين برضو حتة القلق من فكرة التأثير على الأعمال والنواحي الاقتصادية والأجور وما إلى ذلك طيب خلينا نوضح هنا جملتين ويمكن مقولات شهيرة جدا لرجال الأعمال أو التكنولوجيا بالذات بيل جيتس ستيف جوبز وغيرهم من الناس كانت بتأثر في الحياة يمكن في بعض منهم أصاب وفي بعض منهم أخطأ في بعض منهم قال أن العالم كله مش بيشتاج أكتر من حجم معين من الذاكرة والمعالجات في الحقيقة ستيف جوبز قالها قصاد الماكينتوش لما كان لسه الكمبيوتر كبير في الحجم ستيف جوبز قالها قال العالم كله هيبقى من خلال الصندوق ده بالضبط إنما خلينا نتكلم على جزء مهم بالنسبة لنا كلنا للوقتي هل النهاردة التكنولوجيا وده سؤال بيتوضر في أذهان كثيرة جدا هل النهاردة هتأثر على أداء الأعمال هتخلي الناس النهاردة تقعد في البيت أو هتخلي الناس النهاردة تفقد وظائفها في الحقيقة المتدر الاقتصادي العالمي طلع تقرير بيقول إنه في حلول زي ما تقول كده عام 2022 أو 2025 حيتم استبدال مجموعة كبيرة جدا من الوظائف نتكلم على حوالي 75 مليون وظيفة هتختفي إنما هيظهر مكانهم 133 مليون وظيفة جديدة ما كانش موجودة قبل كده هذه النقطة نقطة محورية جدا النهاردة كل واحد مطلوب مننا إن إحنا نبتدي نغير أسلوب الأداء الأعمال بتاعتنا فيه وبالتالي المهارات والقدرات النهاردة لازم ندمج فيها الجزء الرغم بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا بعتمد في شغلي على الجزء العضلي فقط لغير سهل قوي إن أنا في الحالة دي زي ما حرق ذكرت كده يجي روبوت يعمل الشغل ده أسهل مني نعم تمام أنا أكتشب أن الروبوت ده ممكن سعره غالي مش عارف إيه الحاجات دي كلها مع الوقت حيث راح يبقى متناول إيه؟ اليد ولكن كل ما الأعمال اللي أنا بعملها بدخل فيها الجزء العقلي والجزء الفكري أكتر فبالتالي النهاردة لن يتم الاستخداء عن هذا إيه؟ العامل أو هذا المواصف في شكل مختلف الناس كانت بتتكلم قبل الكورونا على الثورة الصناعية الرابعة وكانت بدول أن الكمبيوتر والتكنولوجيا حتزيل البني آدم خالص والناس هتقعد في البيت بعد جاء أحد كورونا واكتشفوا أنه العامل البشري لا غنى عنه في جميع الأحوال وبالتالي ظهرت الثورة الصناعية الخامسة اللي بنتكلم فيها إزاي الإنسان والتكنولوجيا أو الأدوات التكنولوجيا المختلفة يندمجوا أو يتعاملوا مع بعض يتكاملوا مع بعض بالزبط يتكاملوا مع بعض وبالتالي النهاردة لازم كل واحد فينا بقى والحمد لله النهاردة عندنا جامعات تكنولوجية كتيرة وتخصصات كبيرة جدا ممكن شوفنا السنة دي شاهدنا إقبال طلبة السنوية العامة على دخول كليات الحاسبات والمعلومات وزكاة الاصطناعية والتخصصات بتاعت المستقبل ده جزء مهم جدا بقى إن إحنا من وإحنا صغيرين طيب نقدر نحصل على هذه المعلومات طيب من جميع المستويات وجميع المستويات المعرفية من أول بحد عايز يمحو الأمية التكنولوجية لحد عايز وصل لمراحل متخصصة فبالتالي النهاردة الرسالة اللي كل واحد فينا بيشاهدنا أو بيتابع معنا النهاردة إيه المطلوب بعمله إن إحنا نستخدم الوسائل التكنولوجية بشكل أسهل نبتدي نشوف إزاي أنا أطور من عملي بشكل مختلف أعتمد بقى على فكرة الابتكار وده جزء مهم جدا طالما النهاردة دخل الجزء الفكري وتنمية قدرات العقلية بالنسبة للإنسان لن يتم الاستغناء عن هذا الشخص والله يا دكتور أنا طول الوقت بقول حتى يعني الشباب الصغير حتى اللي بيدرسوا في الجماعات ولسه ما تخصصوش بنقول لهم إنه الارن دي أو ريسيرش ان ديفلوبمنت اللي هي الابتكار والتطوير دي واحدة من أكتر الشغلانات في العالم المرتباتها عالية وفرصها حقيرة جوه مصر عايز تسافر برا مصر تشتغل فترة وترجع تاني زي ما انت عايز لأنه خلاص إن احنا نقصر الزاوية على علوم معينة بعينها خلاص ده ما ينفعش نفكر بطريقة دي فالحيطة الفنية والتكنيكل ده بقت أهم حاجة دلوقتي في الدنيا ده حقيقي واندمجت التكنولوجيا في جميع التخصصات يعني يمكن شوفنا في الجزء الفني كان في الفقرة السابقة المسرح النهاردة الفنون التشكيلية الجرافيكس كل النهاردة التخصصات حتى الناس اللي تتكلم في اللغات والتراجم نتكلم على جميع التخصصات النهاردة بقت التكنولوجيا هي في الآخر وسيط لأداء الأعمال تمام زي ما كنا بنشتخدم زمان الفاكس استبدلنا الفاكس دلوقتي زمان وكناش نستخدم التليفون الأرضي دلوقتي بنا كلنا ما نستطيع نستغنى عن المحمول وبالتالي استخدام التكنولوجيا حيسهل من أداء الأعمال بتاعتنا والوتيرة بتاعتها علشان نحصل على خدمات أسرع وأدق وبالتالي النهاردة سرعة أحسن وأداء أحسن للمستفيدين أخيرا يا دكتور سؤالي الأخير لحضرتك ونستفيد من خبرتك طبعا التكامل أو الانتجريشن اللي دلوقتي المفروض العالم كله بيلتفت إليه ما بين التكنولوجيا والعنصر البشري إزاي نحاول نحققه في إدارة الأعمال سواء إدارة الأعمال في أعمال قائمة بالفعل موجودة أي أن كان حجم العمل أو حجم الشغل نفسه أو ريادة الأعمال طبعا والستارتاب والشركات النشاء طيب في ريادة الأعمال ويمكن هي قد تكون الجزء الأسهل والأسرع لأنه نحن النهاردة بيبتدي فكرة شغل بيبتدي دور على بتحقل مشاكل موجودة حواليك في المجتمع باستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة علشان توصل لأكبر عدد من المستفيدين والنهاردة يمكن السمى الغالبة على جميع رواد الأعمال النهاردة إزاي يدخلوا أو يضمنوا التكنولوجيا في تطبيعاتهم المختلفة فدول يمكن الشق الأسهل بكتير جدا يمكن من أبسط شخص بيعمل أي عمل صغير حتى ولو بسيط النهاردة بقت التكنولوجيا جزء أساسي فيه أداء نيجي بقى الناس اللي عندها بالفعل شركات أو مؤسسات أو حتى أعمال مشروعات صغيرة أو ناشئة النهاردة أو مشروعات متوسطة بنبتدي نبص على فكرة مهمة جدا وهو الديجيطال ليدر أو القائد الرقمي النهاردة الصاحب العامل هو دعال ليه جزء بير جدا 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 من هذه النقلة المختلفة كويس هي بظبط كأنك بتبني بيت البيت اللي أنا ببنيه فيه بنية أساسية اللي هي الانفراستركتر أو الموجودة عندي اللي أنا عندي ربط بالوسائل التكنولوجيا المختلفة سأكون ربط بالإنترنت فدي أول جزء الجزء الثاني اللي بعد كده خاص بقواعد البيانات أنت إزاي بقى الحاجات الموجودة عندك في الملفات أو في الدفاتر النهاردة تتحط في صورة رقمية وعندنا برامج كتيرة جدا سواء أن تقدر تطبع على المحمول بتاعك أو على الكمبيوتر ممتقدر أن أنت تتنقل هذه كل بياناتي والديتا خليها على الكمبيوتر بالزبط وبعد كده بقى نفكر على أسلوب أداء الأعمال إزاي طب أنا كنت أقدم الخدمة النهاردة ويمكن دي محتاجة بقى كتير جدا الكمبيوتر استحالة يعرف يعمل اللي هو أنا النهاردة كنت أقدم الخدمة بتاعتي أو ببيع منتج بعشرة جنيه هل النهاردة لما هدخل التكنولوجيا هبيع بعشرة جنيه قد تكون العشرة جنيه رخيصة جدا قد تكون العشرة جنيه غالية جدا بالنسبة لشكل جديد فبالتالي محتاجين نفكر هنعيد عادة رسمة وهيكلة إيه أداء الخدمات عندنا عاملة إزاي وده جزء مهم جدا والجزء الأهم بعد كل ده كله هو العامل البشري السمات الشخصية والجدارات اللي موجودة عن فريق العمل بتاعي أنا لازم يبتدي يحصل فيها عملية تنمية يحصل فيها عملية تطوير لأنه أنا بستخدم الكمبيوتر وعندي صفحة على الإنترنت وغيرها وغيرها إنما برجع في الآخر فيه شخص بيبتدي ممكن يعمل هذه المعاملات فبالتالي لازم أطور وحسن من أداءه وتبقى هي عملية تشاركية في الحقيقة زمان كان الموازف هذا لازم يبقى شاطر لازم يبقى قوي جدا وصاحب العمل قاعد بيستمتع بالعمل للوقت هي لأ في الحقيقة بقت جزء تشاركي الاتنين لازم يؤدوا العمل بالكفاءة مع بعض أنا بشكر حضرتك جدا والجزئية الأخيرة اللي حضرتك ذكرتها دي وقد إيه دي ما يفعش الكمبيوتر يعملها ده لازم العقل البشري أعتقد أن دي واحدة من المية 33 مليون وظيفة لحضرتك ذكرتهم اللي حيظهروا لما في حاجة و70 مليون وظيفة يختفوا بانتشار التكنولوجيا أكتر وأكتر شكرا لك دكتور نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا جزيل الشكر لحضرتك كيف عندما